اقسم بالله العظيمة كريم انا افهم اللعب من يعنيه وهو نازل التمرين او نازل الموتش هيقد ولا ما يقديش افهمه كده من يعنيه هيقد ولا ما يقديش وكان معايا يعني في حد حتى كمان تحضيرك السؤال ده محدش يستغرب جهاز محترم جدا الكابتن احمد الكاس الكابتن طرق السيد كابتن محمد معوط الكابتن خالد عبدالله الكابتن احمد جابالله الدكتور مجد الالفي دي المجموعة اللي كانت معايا وكنت بقعد اتكلم وهم لما يقولوا شهادة احمد الكاس لعب كاس عالم طرق السيد نجم منتخب مصر فلما يقولوا شهادة اللي احنا شفنا مدرب بيمرم وبيعمل شغل وإحنا استفدنا منه كابتن طرق كما يقعد تليفون وقال لي انا اتفاجأت انا اتفاجأت بالكابتن محمد ريزي انا عرف ان هو مدرب كبير بس لما شفت شغله رجيت شغله عظيم كمان انا بحب التدريب موت وببتكر وعرف الاحمال انا شغلت ثلاثة في واحد يعني ايه بقى يعني انا قبل كده اسموها ثلاثة في واحد مدرب ليكو بدنية خطط احمال افهم في التغذية افهم في الفيسيولوجي افهم في علم النفس اكيدا مش ثلاثة بقى ما انا بقولك فانت لامي حتى بقولك ايه بقولك ايه يعني ايه ايه يعني ايه يعني مش عارف ايه مش عارف ايه وربخت ضايع معرفش مثل كده بيتقال فانا انا مش عاوز حاجة انا عاوز بس الناس سبع صناعي وبخت ضايع انا راجل من برسعيد بخت زي الفول لك خلي بالك انا قولك انا من برسعيد انا كنت بقولي اللعبة كده وبقولي الجهاز انا برسعيدي هرجع برسعيد عاوز اختم حياتي ببطولة بالنسبالي عشان الناس كانت فرحانة الناس عملت كارفان في برسعيد غير عادي سيادة المحافظ كان بيكلمني يوميا ويكلم الفرقة مستر كامل كان يكلمني يوميا خلي بالك ما عمره ما تدخل شد حيلك البلد مستنية الكلام ده حتى مستر كامل بعض المبراء الواحد اللي كلمني قال لي خلي بالك انا عاوز اقولك على حاجة اليوم ده غير طبيعي اوعى تزعل اوعى الكلام ده احنا كلنا زعلانين اه بس حاجة غير عادية لان انا برضو في عشر دقايق او في سبع دقايق مززنبي اشتركوا في القناة